تسع سنوات سمضت لكنها اليوم تستقبل الموت بكل أشكاله ودروبه إنها مدينة الثورة سراقب التي رسم وخط السوريون على جدرانها تطلعاتهم وأمالهم بالتحرر من آلة القتل اليومي مدينة سراقب الواقع في ريف إدلب الشرقي تعيش هذه الأيام مرحلة مفصدية من تاريخ الثورة السورية وهي التي شكلت خلال السنوات الماضية مركزا للحراك السلمي والشعبي في سوريا بعد أن تبكنت قوات النظام من اقتحامها وبسط سيطرتها عليها تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير هذه سراقب التي خط شبانها وشاباتها أحلامهم بالحرية والكرامة على جدرانها وهتفوا مطالبين بها في أحيائها وشوارعها تنهي اليوم تسع سنوات من النضال والكفاح ضد أكثر الأنظمة وحشية في التاريخ الحديث سراقب الواقعة في ريف إدلب الشرقي كانت من أولى البلدات التي خرجت ضد نظام الأسد منذ انطلاقة الثورة عام 2011 إضافة لكونها من البلدات التي واجهها النظام بأشرس حملات القمع عبر اقتحامها واعتقال المئات من ثوارها وتعذيبهم في سجون حتى الموت سراقب مدنية هكذا عمد ثوار البلد التي كانت تحتضن حوالي 35 ألف نسمة إلى الرد على كل محاولات جرفها إلى الدموية وتطرف فركزت على النشاطات المدنية الإبداعية لتعرف بجمالية شعاراتها ولوحاتها الجدارية التي نبثت الطائفية وطالبت بدولة ديمقراطية جامعة لكل الأطياف السورية حمل أهالي سراقب السلاح دفاعا عن أنفسهم بعد أن حاولت قوات نظام اقتحامها أكثر من مرة إلى أن تحررت ثم شارك ثوارها وما زالوا في معارك تحرير محافظات إدلب والمحافظات الأخرى وكغيرها من المناطق السورية تلقات عددا غير قليلا من القذائف والبراميل خلال السنوات الماضية شكل الحراك في سراقب فارقا في نشر الوعي الثوري والإبقاء على نبض الثورة عبر الفن والدفاع عن حرية التعبير إذ استطاعت أن تصمد ليس فقط أمام بطش قوات النظام وإنما أيضا أمام جميع محاولات الفصائل المتطرفة لتحويلها إلى وكر لحروبها المستعصية كن مع الثورة وليذهب العالم إلى الجحيم قالتها سراقب يوما وهكذا قاومت حتى النهاية لتقف اليوم كباقي مدن وبلدات محافظة إدلب وحيدة تتلقى نصيبها من القصف والتهجير مع تقدم قوات النظام وبسط سيطراتها عليها ليمحوا الدمار رسائل السوريين وحكاية مقاومتهم عن جدرانها بعد أن سلمها العالم للجحيم للحديث عن مدينة سراقب ورمزيتها ينضم إلينا المحامي والناشط عقبة باريش مساء الخير مساء الخير لحضرتك مساء النور مساء النور خلينا نتذكر ما هي أهم النشاطات والأعمال المدنية التي نظمها أهالي سراقب خلال سنوات الثورة مدينة سراقب هي من المدن الأوائل التي نضمت للحراك السوري في سوريا من أول يوم أخذت لون الحراك المدني البعيد عن التلون بأي لون فبدأت من خلال التنسيقيات التي كانت موجودة وانتخاباتها بدأت من خلال تشكيل أول كان المجلس المحلي في مدينة سراقب من أوائل المجالس الموجودة في كل المناطق المحررة بدأت أيضا المنظمات للمجتمع المدني في مدينة سراقب كما كانت بدأت بالظهور تقريبا بحوالي عام 2013 صارت تظهر وتاخد طابع تقدم اللون المدني لمدينة سراقب هاي المنظمات بالتعاون مع المجلس المحلي قاموا بعدة أنشطة سواء على المستوى الأبداعي أو على مستوى الخدمي أو في كل المستويات كان في شبه تشاركي بين المنظمات والمجلس المحلي لحتى غضروا يبنوا حال التلاحم بين الطرفين في المدينة وقدموا صورة كانت ممتازة أكيد يعني هي ساهمت بتشكيل وعي الثورة للسوريين يعني متى خرجت أستاذ أول مظاهرة في سراقب بعد اندلاع الثورة عام 2011 كيف تصعدت الأمور بعد هذا التاريخ تماما كلنا منعرف أنه الثورة طلعت مثل منقول أنه فزعة من أجل درعة هذا كان بداية الحراك في مدينة سراقب ومن بعدها تم تنظيم دخلة الحراك بكامل قوة وصارت أحد نقاط التظاهر الفارقة في محافظة إدليب وفي كل سوريا من البدايات بعدين على مستوى المحافظة كان وضع سراقب علاقة الحراك فيها مع بقية المناطق الموجودة في إدليب وقدرة تعمل مثل جسر للحراك المدني على مستوى المحافظة كان يشكل مثل مقاومة تجاه أي محاولات من النظام أو من أي طرف ثاني لحرف هذا الحراك المدني عقب برأيك ما الأهمية التي شكلتها سراقب لدى السوريين الذين خرجوا ضد نظام الأسد كيف سينعكس برأيك سقوطة بيض قوات النظام اليوم عليهم هلا للأسف اليوم عن نحكي سراقب سقطت بيد النظام دخلوا شبيحة النظام من حوالي الأسبوع وكان بالنسبة لأهل مدينة سراقب وللسوريين جميعا كان يوم حزين جدا للأسف صارت المدينة اليوم تحت سيطرة النظام نأمل أنه حاليا يتم تحريرها وإعادة الناس لها حقيقة تابعت مواقف أغلب السوريين بعد سقوط مدينة سراقب بيد النظام كان حزن شديد جدا على المدينة لأنه هاي المدينة ما بخلط على السورة ولا على أولاد السورة من بدايتها وحتى تاريخ سقوطها طيب أستاذ بالنسبة للوضع كيف هو حجم المؤسسات المأساة عفوار للنسانية اليوم في سراقب هل لدينا معطيات حول حالة اندمار في المدينة وأيضا أعداد النازحين الذين نزحوا منها كما حضرتك ذكرت أنه من أسبوع للأسف سقطت سراقب بيد النظام أهالي مدينة سراقب الكل نازحين حاليا خارج المدينة قسم منهم توجه لمناطق ريف حلب الشمالي مناطق درع الفرات قسم منهم لريف أدلب الشمالي وريف أدلب الشمالي الغربي سيراقب حاليا خاوي أبدا إلا من أعداد قليلة من قطعان النظام موجودة فيها المدينة شبه مدمرة بالكامل كيف هي أحوال أهل الذين نزحوا من سراقب كيف هي حالهم اليوم والله حالة النزوح حاليا بشكل سراقب وغير سراقب الوضع كارثي نحن حاليا نحن نحكي عن أزمة إنسانية على مستوى التاريخ في حوالي أكثر من مليون لمليون ونص نزحوا باتجاه الشمال من سراقب وغير مدينة سراقب أغلبهم لجأوا للمناطق الشمالي حتى في عائلة من مدينة سراقب استشهدوا أفرادها العائلة بقصف براميل بقرية أبين بريف دلب الشمالي فالوضع بالنسبة للنازحين وضع كارثي على كل المستويات لا يوجد استجابة حتى الآن كما يجب من قبل المنظمات الدولية الاستجابة حاليا حتى الآن محدودة حركة النازحين باتجاه عملة اكتزاز سكاني بالمناطق الشمالي الجهود المبزولة حاليا هي جهود ناس متطوعين أو منظمات سوري موجودة في هذه المنطقة أتحاول قدر الإمكان التخفيف من الوضع الكارثي لكن للأسف مثل ما حكينا الكارثي بهذه دول تتعجز عنها صحيح بشكل يومي عن تابع أحوال وأوضاع النازحين نشكرك المحامي والناشط عقبة باريس شكرا لك شكرا لك أهلا وصلاة شكرا شكرا لكل اللي شافونا اليوم لهون التخلص فقرات نشوفكم بكرا إلى اللقاء شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك